الفروض في التعليم الابتدائي والافتفاء بالاختبارات فقط اهلا وسهلا ومرحبا بكم كيف حالكم ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال رجعت لكم بفيديو جديد وهذا الفيديو جبت لكم يعني جميع اخبار وتفاصيل المنشور الوزاري الخاص بترتيبات التقويم البدهوجي قبل ما ندخل الى موضوع اليوم لا تنسوني فضلا وليس امرا بالاعجاب بالاشتراك تفعيل الجرس على الكل كيس لكم كل جديد اهلا وسهلا ومرحبا بكم تخصيص 45 دقيقة لاختبار اللغة العربية والرياضيات و30 دقيقة للمواد الاخرى مواد الايقار ليست معنية بالاختبارات الفصلية من السنة الاولى الى السنة الخامسة ابتدائي اصدرت امس وزارة التربية الوطنية المنشور الوزاري الخاص بتقويم التلاميذ في الاطوار التعليمية الثلاثة حيث حمل العديد من النقاط اهمها تحديد مدة الاختبارات بالنسبة للطور الابتدائي مع الغاء الفروض في هذه المرحلة والاكتفاء بالاختبارات فقط بما معناها ليست يعني الف يعني هناك مدة ومتسع للأولياء من اجل التحذير الجيد لأولادهم واطفالهم يعني للاختبارات لانه لا توجد يعني فرض هناك منتسع من الوقت الحمد لله بالاضافة الى ذلك ركز المنشور الوزاري على التقويم التشخيصي للتلاميذ والذي يتمثل في مجموع الانشطة التقويمية التي يقوم بها الاستاذ بصفة فردية او جماعية قبل الانطلاق في بناء التعلمات بداية كل سنة دراسية او فصل حتى يتمكن الاستاذ من تكييف عملية التعلم وفي احتياجات التلاميذ وصعوباتهم وبرمجة حساس المعالجة البداغوجية عند الاختضاء بما معناه حساس البداغوجية المعالجة البداغوجية عند الاختضاء هناك بعض التلاميذ لا يكون استوعابهم مثل استوعاب باقي التلاميذ يحتاجون الى دروس دعم يعني بالعالم مثل ما نقول احنا دروس دعم هذا ما اقصد به المعالجة البداغوجية فيخصص لهم التلميذ حساس في ايام الاسبوع لمدة حصة او حصتين طوال الاسبوع لكي يتداركوا الشيء الذي فاتهم ويكون تقويم تعلمات التلاميذ في سنة الاولى ابتدائي في الفصل الاول على شكل ملاحظة وصفية ونوعية حول تعليماتهم ومستوى نمو الكفاءات لديهم وتدون الملاحظات في خانة الملاحظة في كشف العلامات وعلى دفتر التقويم البداغوجي من دون منح علامات عددية اما في الفصلين الثاني والثالث فيكون التقويم بواسطة الاختبارات التي تنظم في نهاية الفصل مثل باقي المستويات التعليمية ويكون الانتقال الى السنة الثانية ابتدائي انتقالا آليا لكل تلميذ تابعة الدراسة بصفة منتظمة في السنة الاولى ابتدائي بما معناها الفصل الاول لا تكون هناك علامة عددية بل ملاحظة فقط وجميع تلميذ السنة الاولى ابتدائي الحمد لله الف الف مبروك مسبقا ينتقلون الى السنة الثانية ابتدائي مهما كانت نتائجهم وبالنسبة للمواد فتكون في السنتين الاولى والثانية خمس مواد وفي السنة الثانية سبع مواد وفي السنتين الرابعة والخامسة ثمانية مواد بالنسبة للتلاميذ الذين يدرسون اللغة الامازيغية في هذين المستوىين كما اكدت الوزارة بان مواد الايقاظ ليست معنية بالاختبارات الفصلية في من السنة الاولى الى السنة الخامسة ابتدائي يعني بما معناها العلمية تاريخ جغرافيا تربية مدنية وبالنسبة لتربية اسلامية ايضا وبالنسبة للطور المتوسط الآن الطور المتوسط يمارس تقويم اعمال التلاميذ بطريقة منسجمة وموضوعية حيث يكون مرتبط بشكل وثيق باهداف المناهج التعليمية والمخططات السنوية للتعلمات وفق الحجم الساعي الاستثنائي المخصص لكل مادة تعليمية وتهدف المراقبة المستمرة الى تقييم اداء التلاميذ بشكل مستمر قصد تقرير درجة تقدمهم في ارساء تعلماتهم بمحيهم على معديات تشمل تقويم نشاطات التلاميذ وتقويم انشطة التعلم داخل القسم وكذا تقويم انشط نعم التعلم خارج القسم ومراقبة الانضباط والمواظبة ترجمة نانسي قنقر